احتفلت جامعة الدول العربية باليوم العربي لترات التقافي الذي خصص يوم 27 من فبراير كل عام للاحتفاء به وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار الحلي في الترات العربية وذلك بهدف تسليط الضوء على الترات الفني الذي تسخر به المنطقة العربية ويعبر عن جذور الحضارات المختلفة عبر التاريخ وذلك بحضور عدد من الدول الأعضاء اضافة إلى المنظمة العربية لتربية والتقافة والعلوم ومنظمة الأمم المتحدة اليونسكو فضلا عن عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالترات التقافي العربية لدينا ملف في علاقة مباشرة بهذا الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال وهو ملف النقش على المعادن الملف النقش على المعادن تشارك فيه عشر دول العربية وسيتم إداعه قريبا في شهر مارس إن شاء الله في منظمة اليونسكو والحلي الذي تم اختياره كموضوع لهذا اليوم الاحتفال بالتراث الثقافي العربي يندرج ضمن هذا الملف هذا يوم حافل بالنسبة لشعبنا العربي وأمتنا العربية في كل أرجاء المعمورة وبشكل خاص لشعب فلسطين لموضوع الحلي من أثر في مواجهة المحتل وتثبيت الهوية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية أول مرة أشارك في المهرجان دوت والملتقة دوت وأنا سعيدة جدا جدا ومبسطة وتشرفة بالمشاركة حقيقية ضمن عضوات الجماعية العربية الحضرة والفلسطين الإسلامية اللي بتشرف أن أنا عضو فيها يعني الحقيقة للجماعية دايما حريصة أن هي تحيي التراس وتأصل الهوية المصرية وزي نقدر نحافظ على هويتنا عن طريق الفنون مبقاش بنقلت حد إحنا لنا هوية أصيلة نقدر نحافظ عليها إحنا اتنوعنا في الركن في اليمن من فضة أصلية هنا ومن هنا زي تقليدي يمني وزي الدرع العدني ومحافظات تانية فكان فرصة جدا مميزة أن نظهر الموروث الثقافي اليمني في مصر الشقيقة اشتركوا في القناة